فالمسيح أحبائي مكتوب عنه هو رئيس السلام والمسيح أيضا مكتوب عنه هو إله السلام وهو أيضا ملك السلام بل مكتوب عنه هو سلامنا وعندما دخل أرضنا رنمت الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام ثم أحبائي قال يسوع المسيح طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون رسالة المسيح فجاء وبشركم البعدين والقريبين بالسلام حاذين أرجلهم باستعداد إنجيل السلام فرسالة المسيح كانت رسالة السلام والخلاص والتبرير نحصل على السلام فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح وأخيرا أحبائي أقول لكل من يسمعني وكل من يشاهد لا توجد آية وحدة ولا طرف آية ولا حرف من آية بتعبر أو بتدل إنه المسيح دعا للعنف هذا كله زور وكله باطل وكله تشويه للحق والذي يدعي هذه الآية هو شخص فاسد كل الفساد فإذن أحبائي خليني أختم بقول المسيح كما قال للتلاميذ سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب سلام العالم مؤقت سلام العالم مزيف سلام العالم مبني على مصالح سلام العالم مبني على مطامع يعني حتى كتير ناس بتآمن لمطامع ومصالح وما أكثر تجار الدين في هذه الأيام لكن سلام المسيح في القلب يغير الحياة والكيان يعطيك الراحة يعطيك الطمأنينة في وسط العواصف أنت سلام في الختام أحبائي لا تزور ولا تحور ولا تشوه بكلمة الله لأنه إن فعلت هذا تزيد الضربات واللعنات علي أنا أدعوك أن تؤمن بيسوع المسيح برسالة المحبة والسلام والغفران والتسامح أيضا ولكن في ثمن عائلتك يمكن يرفضوك ويمكن يطردوك والبعض يقتلوك ولكن إلك نصيب في الحياة الأبدية وهذه يا صلاتي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة